مرحبا بكم متابعين الأعزاء هل تساءلت يوما ما إذا كانت الأحجار الكريمة التي قمت بشرائها مزيفة أم أصلية؟ هل توجد اختبارات محدودة يمكن إجراؤها للتأكد من جودة الحجر؟ تابع الفيديو لتعرف الإجابة عن هذه التساؤلات وأكثر في البداية للتبييز بين الحجر الكريم الأصلي والمصنوع من الزجاج يمكنك القيام بالاختبار الآتي ضع قطعة من الحجر في فمك فإذا كانت مصنوعة من الزجاج فستشعر بالدفء سريع وأما إذا كانت حجرا كريما فستبقى باردة لوقت أطول لأن لدى الأحجار الكريمة قابلية للتأثر بالحرارة بشكل مختلف عن الزجاج وتمتص الأحجار الكريمة الحرارة من الفم لذا فتبقى الأحجار الكريمة باردة ثانيا وأهم جزئية في موضوعنا لهذا اليوم هي فحص اللون حيث تتم عملية فحص اللون على ثلاث مراحل أولا اللون العام أو ما يسمى تدرج اللون وتتم مقارنة لون الحجر مع الألوان في الجدول أو المخطط للأحجار الكريمة يأتي كذلك لدينا مراقبة الشفافية يمكن أن يكون الحجر شفافا أو شبه شفاف أو غير شفاف تماما فالأحجار الشفافة مثل الألماس والأحجار الشبه شفافة مثل الجيمشت والزبرجد والأحجار التي لا يمكن الرؤية من خلالها تسمى الأحجار شبه شفافة والتي من أمثلتها حجر الأوبال ثالثا الإشباع والتركيز اللوني وتساعد هذه الخاصية في تحديدها للحجر من الأنواع الباردة أو الأنواع الدافئة وتحديدا ما إذا كان دافئا فسيكون إما أصفرا أو برتقاليا أو أحمر وأما إذا كان من الأنواع الباردة فسيكون إما أرجوانيا أو أزرقا أو أخضر والتشبع بالمختصر هو تحديد كثافة اللون في الحجر الكريم رابعا الظواهر الضوئية للتحقق من الظواهر الضوئية والتي تحدث داخل بعض الأحجار الكريمة فقد تلاحظ تغيرا في اللون وذلك عن طريق تمرير القلم الضوئية عبر سطح الحجر تغير اللون هو واحد من أهم الظواهر البصرية التي يجب البحث عنها ويجب فحص كل حجر ومعرفة مدى التغير اللوني حاول مرة بتسليط ضوء طبيعي ومرة بتسليط ضوء متوهج ومرة بتسليط ضوء فلوري خامسا انظر إلى اللمعان للتحقق من اللمعان قم بإدارة الحجر مما يسمح بانعكاس الضوء على سطحه وشاهد انعكاس الضوء بالعين المجردة مرة ثم بالعدسة المكبرة مرة أخرى سادسا مراقبة التشتت ويقصد بالتشتت هنا الطريقة التي يفصل بها الحجر الضوء الأبيض إلى ألوانه الطيفية ويطلق على العرض المرئي للتشتت اسم النار دراسة كمية وقوة هذه النار تساعد في تحديد نوعية الحجر ومن خلال الملاحظة قم بسؤال نفسك ما إذا كانت النار ضعيفة أو معتدلة أو متطرفة في هذا الحجر سابعا وأخيرا اختبار الضرر اسأل نفسك كثيرا ما إذا كان اختبار الضرر مناسب لك فقد ترغب أحيانا في تجنبه إذا احتجت إلى الحفاظ على الحجر الكريم في حالته سليما وهذا الاختبار يشمل القساوة والانقسام بعض الأحجار الكريمة أكثر قساوة من الأخرى وعادة ما تقاس القساوة بمقياس موهس قم باستخدام الأحجار المقدمة في مجموعة القساوة لخدش الأخرى فإذا كان من الممكن خدش الحجر فهو أخف من الجوهر الذي خدشته به وإذا كان الحجر لا يمكن خدشه فإنه أقسى من الجوهر المخدوش به جدير بالإشارة إلى أن مقياس موهس يتدرج من الواحد إلى العشرة حيث الواحد أشدها قساوة ويأتي الماس في مقدمتها والعشرة أخفها قساوة ويأتي اللؤلؤ في آخر جدول القساوة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر